تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد ناب القاد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحري بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة جولة ميدانية قم بها سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للوقوف على أعمال التطوير والإنشاء التي تستهرف محافظة المحرق وخلال الجولة اطلع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المخطوات الخاصة بحديقة عين ريا والتي تعد أولى خطوات تطوير موقع عين ريا التاريخي في محافظة المحرق لتصبح موقعا سياحيا ترفيهيا متكاملا يلبي طموح أهالي المنطقة لإحياء هذه العين التاريخية في هذه المنطقة لخدمة أهالي قرية سماهيج وقرية الدير والمشروع الذي تعتزم الوزارة إن شاء الله البدء به هو إنشاء حديقة وتكون متنفس إلى أهالي القرية وأيضا إحياء هذه العين التاريخية بداية نشكر سعادة الوزير على زيارته إلى الدائرة السادسة دير وسماهيج لتدشين مشروع حديقة عين ريا مشروع عين ريا طبعا عين ريا لها تاريخ تاريخ مهم يعني ما في أحد تسأله من أهالي الدير وسماهيج حتى من أهالي البحرين تسأله عن ريا صرنا مشهورين فيها وبعد موقع عين ريا اطلع سعادة الوزير على شارع ريا تمهيدا لطرح المرحلة الأولى من المشروع للمناقصة حيث يخدم المشروع مناطق قلالي وسماهيج والدير من خلال تطويره إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول ستة كيلومترات الوزارة انتهت من اعداد التصاميم لهذا المشروع وأيضا التنسيق مع كافة أجهزة الخدمات المرحلة الأولى من المشروع سوف يستغرق بناءها حوالي ثمانية شهور توجيهات مستمرة من قبل سمو ولي العهد الأمين تعد بوصلة توجه الجهود الحكومية في الطريق الصحيح من أجل التعرف على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها من قبل الوزارات المعنية حيث تعتبر جولة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جزء من هذا الجهد الحكومي لمركز الأخبار بتفزيون البحرين فيصل حسين